أنوه إلى هذا الخبر العاجل حيث ارتفعت الآن عقود خام برينت إلى 96 دولار و 42 سنت للبرميل إذن ارتفاع غير مسبوق تشهد أسعار خام برينت 96 دولار و 42 سنت إلى ذلك جدد البنتاجون تحذيرته من أن الروس قد يهاجمون أوكرانيا في أي وقت وذلك غداد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين لم تنتج منه بوادر تفاعل قال الناطق باسم البنتاجون جون كيربي لشبكة فوكس نيوز إن الاتصال الهاتفية بين الرئيسين لم يظهر أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مرجحا أن عملا عسكريا كبيرا يمكن أن يحصل في أي وقت نعتقد أن العمل العسكريا الكبير يمكن أن يحدث في أي وقت ومرة أخرى تأتي هذه التقييمات من مصادر متنونة